اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللفقاتها الاهلي ونقطة اللي راحت لاندية تانية مقارنة باللي بيحصل السنة دي لأ الفور الكبرى جدا يا كابتلي جدا فهم ما تتخيل ممكن تكون مش اللي احنا مستنينا انا ممكن اتفق معاك في هذا الكلام ام كلاتنبرج احنا كنا في منطقة تانية وجهة نوزل يعني لا انا شايف ان السنة دي السنة مالي مشكلة ان انا بقارن بالسنتين العدو انا ده المقايز بالنسبال لان السنتين العدو كان فيهم اخطاء كارثية فلما تقارنهم تحطهم جنب السنتين اللي عدوا لا احنا ماشيين كويس نسبيا فانا شايف ان النادي الاهلي بيقولك تطوير هو حتى قالك انتقادات بس احنا عايزين نطور عايزين نشتغل عايزين نشتغل على التحكيم الناس دفعت بعناصر جديدة بس عندها اخطاء برضو فانت لازم تشتغل على جزئية اني اه تحسن الصورة تعمل دورات تبتل تشتغل انت عندك اجازة دلوقتي مثلا لمدة شهر فيها ان دي هتعمل اعداد طبعا تعمل اعداد للحكام برضو ما عرفش ما فيه توجه انه ما يغيروا استجنة الحكام انا ما عرفش بس هل لو هيغيروا يجيبوا حد مسلا يكون زي كلاتنبرج لو مش هتغير يكون فيه توجيه بقى في الاعداد للحكام ان تعمل معسكرات زي ما بتعمل تخنية الفيديو انت عندك مشكلة كبيرة جدا فيها يعني تقديل فيديو تحديل عندك مشكلة كبيرة جدا ممكن كل حكم بيغلط بس لازم يكون تخنية الفيديو برضا يغللون أن هناك دورات فيها محاضرين تجيب ناس من برا تشتغل على تسقف الحكام أو تدهم دورات تشتغل لحط الخطوط اللي احنا عمنا لنصدع بدم هيا خطوط مش عارف إزاي وحاجات كده يا جيمس بص يا كابتن طبعا مش يعني مش هزود على كلام طبعا صعب ده حكيم بس أنا شايف أن البريرا عليها أدوار كتير جدا لازم تظهر خلال الفترة هو بريرا حيكمل ولا لا؟ لا مكمل بريرا مكمل وطالب طلبات للموسم الجديد يعني طلبات؟ طبعا حتة الإلغاء بتاعة الحكام الأجانب مش عايز حكام الأجانب فعلا خالص لا خالص هذا بند موجود فيها عايز يتحط في اللايحة قبل بداية الموسم الأندية تتوفق عليه عشان ما حدش يطلب وده مش هيحصل ليه مش هيحصل الأندية دايما ربطة الأندية بتشوف أن لها الحق أنها في أي مباراة عاوزة فيها تقم التحكيم أجنبي أنت بتدفع الفلوس بتاعته هو 40 ألف دولار بجانب أنك بتبلغ اتحاد الكورة قبلها بسبوعين طبعا الفترة اللي فاتت يمكن بريرا نجح شوية أنه هو يخلي المواطشات الليلة الكبيرة زي الليلة عشان ما بيبقاش فيها أتفي معاك شوية بس في نفس التوقيت هو صام يعني هو صام مع القرار شوية فتصميمه الحمد لله أننا لقينا حاجة يعني بيصام بس برضو قال لك حاجة كابتونه فيها طبعا أكتر من حاجة يعني أنت دلوقتي نادي أنال مسلا في المباراة في الدوري هو يحابب أن يجيب تقم التحكيم أجنبي لو عملوا الشروط سيجيب تقم حكم أجانب ده اللي كان مثلا فيه مباراة المباراة لذا من قال له زمالك زمالك ما كانش أقدم أي حاجة غالص يتحد الكورة أنه سيجيب تقم تحكيم أجنبي كانت مجرد تصريحات ده اللي قال له أن النادي زمالك مجبش طبعا حكام أجانب ده نقطة مهمة جدا طلبه بريرا طبعا بريرا بقى بيفتقد حاجات كتير احنا محتاجين ان حكام الدوري الممتاز يكون عندهم تطوير اكتر من كده في مطشط الدوري الاخطاء يمكن بتتكرر هي هي وده يقول لك ان هم محتاجين معسكرات تدريبية ما عملش غير معسكر واحد كان في بورسعيد كان لمدة عشر تيام وللحكام الدوليين اللي هم حكام الصفوة يمكن هم الدوليين طبعا اللي معاه بجانب كام حكم تاني هو شايف فيهم تطويره وشايف ان هم من حكام الكبار في الكرة المصرية هو اللجنة بس هو محتاج تطوير بشكل كبير جدا محتاج تطوير في التعيينات بشكل كبير جدا لانه خلينا صرحة مع بعض كلنا عندنا بصادر حكام بتتكلم في قصة التعيينات دي بشكل كبير محتاج انه هو يحل للحكام قصة المستحقات ما تقوليش كلمة وتسيبني وتمشي يعني ايه الحكام بتتكلم في قصة التعيينات اللي هي يعني الحكام في بعض في بعض الحكام بتبقى شايفة في بعض الحكام بتبقى شايفة انها يعني مظلوم حقا محتاجة أنها تاخد مواطنشاط أكتر محتاجة أنها تظهر بشكل أكبر محتاجة أنها لو حكام بر تتواجد كحاكم ساحة عشان يتم اختيارها في الكاف ويتم اختيارها خلال الفترة اللي جاية طبعا كل الحاجات دي ده دور لجنة لازم تقدمها للرجل لأنه رجل في الأول وفي الآخر أنا مفترض منه أنه يبقى دوره تطويري أكتر ما هو داخل في قصة التعينات ومين يعين هنا ومين يبقى موجود هنا ما هو دور اللجنة ولازم دور اللجنة بيقدم له التقرير الكاملة والتقرير الصحيحة للتعينات ما نشوفش أن الحكام تبقى مطررة الكاملة والصحيحة دي مهمة جدا عشان تقدر أن أنت تختار بتتكلم برضو كابتن على مشكلة بتواجه تحكيم شكل كبير جدا مستحقاتهم المتأخرة لما توصل لأكتر من 10 شهور طبيعي برضو يا كابتن 10 شهور ده كتير جدا على الحكم أنت مش مديله أو مش موفر له كل شي عشان يقدر أن يبدأ أو يقدر أن يدي أكتر ما عنده في الفترة الجاية أنا أعرف أن يشهد برضو معسكر يمكن بيرتبه دلوقت المعسكر برضو للحكام بس برضو الحكام يمكن هي الصفوة أو الحكام اللي هو ما برضو حكام الدولي بنسبة لحكام اللي هو شايف فيه في تحكيم المصري هو شايف أنه محتاج تحكيم المصري الأخطاء ما تتكررش أكتر من كده لأن فعلا الحكامة كابتن محتاجة تطوير بشكل كبير جداً خاصة زي بصد عبد الحاكم قال في تقنية الفيديو تقنية الفيديو كل شوية بنسبح حاجتين أصل حاكم جات له الزاوية اللي مش عارف حكم منها الكرة دي درب الجزاء أو طاردة أو آن كان الكرة إيه بجانب كمان إن احنا مش عارفين أصل الخط محطوط إذا أنت بتدخلني كجمهور أو بتدخلني كناقد رياضي في قصة مش قصتي قصة الخط والخط تحط على آخر مدافع أو لا الخط تحط على المهجم دي قصة مناخير دي قصة مين يا كبتل؟ دي قصة لجنة قصتك أنت أنت لو فروض تحلها ما جاء كبتل أنت بتشوف بره ما بتاخدش مثلا عشرين ثانية تلاتين ثانية بيديك الـ Confirm على طول بس من غير بيحطوا ما بيحطواش خطوط الخطوط عندهم إنت هنا مبارح مثلا فيه كرة عدنا شوية لا ده كرة جون بتاع جون التالت على ما أعتقدتها الأهلي بتاع طاهر الكرة إحنا إحنا من أول لبس مش بحتاجة خد حوالي مثلا ما يقارب من ديئة وعشر ثواني مع أن الكرة لا تحتاجة ما عدنا شوية مرضو عايز يتأكد ومش عايز يغلط يمكن بس بوضع كبتل فيها تنين متر أنا شايفها عالي أنا مش أفصيت وهي جون لما شفتها لا يعني أنا من أول لقطة قلت مش أفصيت ليه لأن فيه مسافة ما يقلش عن متر ونص أو متر اسمه إيه الفاروق مغطي بتاع متر مغطي كتفين مثلا لا ده على الأقل متر فانت إحنا نشوفها من أول مرة لأنها واضحة أوكي لكن عارف لو فاها مثلا عشرة سنتي عشرين سنتي الله صعبة شوية هتبقى صعبة لكن دي في مسافة إحنا إحنا هنا عاديين لا شايف كابتال حكم الفيديو ده المفروض دوره أو الحكم الساحة دوره إن هو بيرجع للفيديو في القرار الصعب في القرار اللي هو الفيديو ممكن يجيبه عشانه صح ولكن مش كل حاجة يتم بالاعتماد على الحكم الفيديو أو على حكم الفار هو بحسن الحكام دايما بتحاول عد ما تقدر أنها تعتمد على حكم الفيديو طب تاخد قرارك وهو لو فيه غلط هيرجعك لكنه بحسن الحكم مستني الفار يقوله دي فيها إيه تعال شوفها عشان كده نوجد نظر يا كابتال لازم يكون فيه معد نفسي للحكام معد نفسي آه لأنه فيه عدم ثقة ما هو الوقت ده ليه فيه لقطة كده كان حكم مساعد أول ما عمل القرار دي جرح أول ما الفار ده له وكومفيرمر عمل يعني بسيط وشورة عارف ده ليه؟ مكتر الضغط مكتر الضغط صحيح تمام لما بتوفر معد نفسي استعرف اللقطة دي خلت أحسن لقطة أحسن لقطة في السبب لا أنا مش بتكلم على الله أنا بتكلم على معظم الحكام هو حكم ضغط جديد حكم الفيديو ده ليه خد ديئة وعشر سوائل رغم أن إحنا أشخاص عادين بالعين المجردة شايفينها ليه؟ خايف منقوط اللي بحسن في السيوات تحليل إحساب بالسوشيال ميديا دور المعد النفسي مهند أهل جاب معد نفسي هو المعد نفسي على فكرة ما هو موجود في كل دول العالم يعني أنا مشايف مشكلة يعني شايف المعد النفسي يجي يحضر تشوفت النادي الهلال التقم التدريبي فيه كان واحد ستاشر واحد ماشي أنا بقى نتكلم فأنا بقولك أني لازم في المعسكرات اللي كان كان يعمل معسكة ولا اتنين للصفة ولا للدوليين لازم يكون فيه المعد نفسي بتحاول تخلي الحكام ما تتأثرش بليحصل على السوشيال ميديا بليحصل من الضغوط لا لو بيحصل في بعض الأماكن يعني آآ آآ مثلا لو واحد طلعي هجمك يجتمك على فكرة والأقرب لحد اللحظة لقدارة مواصل نحي كسر ربط مين؟ إبراهيم نوردي الأقرب لحد اللحظة اللي بيكلمك فيها لقدارة مواصل وصير ربط يعني ليش حاجة في دماغه يعني هو نفس الحركة ونفس البداء والفار والبداء المهم يعني خلالي رجع مرة تانية وبشكل عام هنا أنا مش عايز أسماء أنا عايز بشكل عام هل هناك صفقات سيتم الإعلان عنها في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بشكل عام بشكل عام مش عزكر أسماء النادي الأهلي بيشتغل بنظام مؤسسي أيوة بمعنى أني النادي الأهلي كمجلس إدارة خلنا بس نشرح لناس معاينة عشان في لغة في لغة كتير جدا بيحصل ناس تيجي تطلع تقولك على السوشيال ميديا ودي يمكن حاجة يقولك مجلس الإدارة اتخذ رأيه في كذا من غير مزكر أسماء النادي الأهلي نظام مؤسسي معنى مجلس الإدارة مفوض الكابت المحمود الخطيف بالإشراف وإدارة قطاع كرة القدم تمام؟ الحاجات الملفات المحورية بيرجع فيها المجلس يتشاور معهم لكن كل ما يخص صفقات وكده عندك لجنة تخطيط وعندك شركة الكرة الرأي الأول والأخير اللي مين في الموضوع ده أنت عندك مدرب موجود عقد ممتد بترجع لكرة الكرة بيقدم احتياجاته وبيقدم وجهة نظره بيتم التفاوض على اللعيبة الكلام ده بيتم في المحيط ده مفيش مجلس إدارة بيرجع له إلا لما خلص أنت مفوض من الأساس كابت المحمود الخطيف في صفقات هيتم من فترة ودي معلوماتك الصحفي حصل أكتر من اجتماع بين الكابتن الخطيب ومسر كولر وشركة الكورر ورجمة التخطيط وتدرسه في الموضوع اللعبة اللي هتطلع مين اللعبة اللي هنجيبها مين فيه كابتن هان رمزي رئيس لجنة السكاوتينج قدم مقترحات للمراكز اللعيسى كولر تمام واشتغلوا عليها فيه بكرة خلنا بعد بكرة ممكن يتم العلان عن صفقتين يعني بعد بكرة أو بعد بعد ممكن يتم العلان عن صفقة أو اتنين بعد بكرة؟ آه بعد بكرة ممكن يعني صفقة أو اتنين أوكي والأهل هشتغل على الثامر الأهل السنة جاي كابتن ممكن احنا قلنا الحلقة اللي عدت معه صفقة مش هلتوت اللي عده 8 بطولات السنة اللي جاي 8 بطولات 75 مباراة آه 8 بطولات بعيداً عن المنتخب آه ده غير لو العشر لعيبة اللي بيلعبوا في المنتخب لعبوا يصالوا ده منتخب أول منتخب اللوم آه ما أنا بقول لك عشر منتخب يبقى خمستاشر ما بين تسعين لمئة مباراة حلو ومنتخب أول ما هم بين منتخب اللوم آه هم أفرق تصفقة عندك منتخب اللوم في المائت باريس آه خمسة اللي هيتشكل هتضم لي لعيبة من الاهل موجودة منهم نصة تصعدة فريق اول معتز محمد وزعلوك ممكن تلقيهم في منتخب الفين وخمسة فدول برضو متصعدين فريق اول دلوقت المفروض تحسنوكم انه بيشتغلوا فريق اول فالنادي الاهل عنده تمن بطولات ادارة النادي في الوقت ده هي عارفة كويس جدا مصطحة الفريق وبتشتغل وهيتعلن على الصفقات وهيجيبوا اللاعيبة للمراكز اللي الرجل عايزها ومحتاجة وهيتم الاعلان عنها وهيرجع بيختم تقريم المؤلمين ككلان ده عادي يعني دي معلومات صحفية اه دي معلومات صحفية لا لا دي معلومات صحفية خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن صفقة او اتنين صفقة او اتنين ولسه الباقي تمام الاهل بيدرس ملف المعارين تمام كان كاريم ندفت جهل قاعد مع ميسر كولر واتفق ان انت راح لحد نهاية الدورة الراحة السلبية بتاعتك بعد انتهت عارفة فيوتشر ولسه بيشوفوا تباعا موضوع المعارين هيحصل ازاي هنستقبل فيه والكلام ده كله فالاهل شغال على الاطارين اللعيبة اللي انت هتجيبها والمعارين بتقيم موقفهم وبتلبي احتياجات كولر بما يتناسب مع ان انت عندك تمن استحقاقات هتشارك فيهم السنة اللي جاي جيمي معلوماتك عنها دي بوسها جابت اكيد كلنا متابعين الفترة اللي فاتت دون اسماع اكيد طبعا عن الصفقات الجديدة للنادي الالي ولكن انا بشوف النادي الالي دايما فعلا بيتحرك زي ما المدير الفني بيطلب او حتى شركة الكورة في النادي ممكن تحطي ترشحات كتير جدا ولعيبة تبايا شايفة انها لو موجودة في النادي الالي تقدر انها تديف بشكل كويس ولكن دايما يا كابتن الكلام ده كله بتقريض على المدير الفني والمدير الفني هو بيبقى صاحب القرار الرئيسي والنهائي في اختيار الصفقات الجديدة طبعا الملف يا كابتن كان في اكتر من يعني اكتر من شيء محتاجة نوعية حسم تكلم على ملف راحلين عن النادي الالي تكلم على ملف الصفقات الجديدة تكلم على ملف عودة معارين انت بتشوف مين اللي محتاجه ومين اللي انت محتاجه ان هو ممكن يجدد عارته مرة تانية او ممكن تبيعه كمان مين اللعيبة اللي انت ممكن تخرجه عارة في حالة صفقات جديدة انت تقدر تضمها فممكن اللعيب اللي موجود في النادي الالي ما يقدرش ان هو ياخد فرصة خلال الفترة الجاي مع كولر ولكن انا بشوف ان كولر هيقدر يتعامل بشكل كويس جدا في اختيار الصفقات الجديدة لانه دايما مدرب بيعرف يختار عيني كويسة الكابتن اللي يطور من عدد كبير جدا ملعبت النادي الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه خلال الموسم اللي فات ونشوف النادي الاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط ادفاع في الدولة المصري ما يخسرش غير الاربع مطشط تتكلم على الاربع مطشط في موسم كامل بص على اسمها ريال مدريد وفالمينجو ومسلا وهلال وصندوق دور الابطال وانك ترجع وتفوص بكل البطولات الممكنة والتيحة قدامك فانت بتصك دايما في المدير الفني في اختياره طبعا انت بيبقى في حرية كاملة بشكل كبير جدا من مجلس الادارة في اختار صفقات اقوى الرجل شايف مراكز معينة عاوز يتم دعمها خلال الفترة الجاية وفعلا ده بيحصل خلال الوقت الحالي وانا برضو كمعلومات عندي النادي الاهلي يعني مش هيقتر في الصفقات بشكل كبير جدا بتكلم من اثنين لتلات صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية لان النادي الاهلي عنده قوام برضو كابتن بشكل كبير كامل عنده قوام يمكن رجع عدد كبير جدا من العيبة اللي كانت قبل كده ممكن يكون كان مستوى قل اوكي ما بتاخدش بشكل كبير رجع رجعهم مرة تانية للمستوى بشكل عام ولكن اكيد فيه ازمة كبيرة جدا هتواجه الموسم اللي جاي بسبب الصفقات وانا بشوف بسبب عدد المطارات والاستوى طبعا انا بشوف كابتن ان قرار يعتزارك عن البطولة العربية كان قرار صائب لانك انت الفترة جاء داخل على مطشات كتيرة جدا بتتكلم بتتكلم كابتن مين اللي هيقدر كاتحاد كورة او كرامت التهدية ان هو يعني يقدر ان هو ينصك كل ده موضوع صعب جدا والكاف كمان من الحاجات من الاتحادات اللي بتتأخر او يا سيد الحكيم في انها تبعت الموعيد بشكل كامل من الحد دلوقتي ما حاج عارف السوبر ليجا هيتلعب .. زهابه اياب سوبر الفريقي كمان والسوبر الفريقي لا الاكعال غيرو اسمو الدور الافريقي دور الافريقي الحاضاتي مش عارف هيتلعب زهابه اياب ده السوبر لا اسطنو محمد ده السوبر الافريقي اللي هو الاهلي والتحدي حديد واحد سمتنبر ومعرفوش المكان المكان لم يحدد بالظبط محديدوش الوقت مو رجع في الوقت تالي لا لا حديدووش الوقت هو كانت 13-08 تمام اتأجل 1 سبتمبر بس ما المكان ما ما تمشي الإعلان عنه لحد دلوقتي يعني شوف اللي انت بينك ما بينه استحقاك شار طيب كويس هو لو طيب بالمناسبة نحن روحنا لهذا الأمر أنا بس في نقط عايز تكلم فيها كنت حذك أنا شفتها بس في الإنترو تسمح لي كنت حذك تكلمت على موضوع مط شمبرات الأهل والدخلية الأهل والدخلية اللي هو في دور السبتاشة في كاس مصر الدخلية ليه طلب كده عشان بس الناس تبقى فهم الموضوع لأنه هو الموضوع ما تشرحش بشكل كويس مش من حدودك من الناس بشكل عام لأن فيه ناس حين بتحرج نحط تتكلم بذكر أسماء انت الدور هيخلص يوم 26 يوليو يوم 27 هتفتح لكده عشان الزمالك يشارك في البطولة العربية المفروض انت تستنى فتح القيد لحد ما تخلص المنافسات بتاعت الموسم ده اللي انت منها مبارتين دور الستاشر ومبارت دور الثمانية اللي هي الاهل والدخلية والناحية التانية المصري ومين المصري صعد الاهلي والدخلية والمصري اللي هيصعد من دول هيلعب الدخلية مفروض تستنى المطشين دول وتفتح القيد تفتح القيد يوم كام؟ خمسة تمانية يوم خمسة تمانية انت عملت ايه؟ انت عملت عشان الزمالك يلحب بطولة العربية فرحت فتح القيد 27 لازم تنهي فبالتالي كل اللعيبة المعارة من أندية لأندية خلاص مينفعش تلعب في النادي اللي هي فيه في الدخلية على سبيل المثال الدخلية تمام؟ وكل اللعيبة اللي انتهت عقودها مينفعش تلعب مع الدخلية فبالتالي مثلا الاهلي عنده 4 معارين في الدخلية مينفعش يلعبه ولمطش عشان اتفتح الباب القيد خلاص انتهت الدخلية عنده مثلا حوالي 6 أو 7 لعيبة عقودهم انتهت فمينفعش يلعبه فالقوام اللي موجود عنده كم لعب؟ تمانية مثلا تمانية أو 3 أو 4 لعيبة حوالي مثلا 9 أو 10 لعيبة فده الموضوع يا ام انت حضرتك تأجل فاتح باب القيد لبعد 5 أو 8 لبعد 5 أو 8 تأجل المطش يعني عشان بس ده خلاص هو الأقرب تأجيل المباراة خلاص بنسبة كبيرة انا بتكلم عشان الناس بس هي أفضل النادي الأهلي في كل الأحوال تأجيلها النقطة اللي تخص الأهلي الأهلي انت هديجي في شهر 9 لعبت المنتخب لعبت المنتخب دي لما تجيلك مريحتش الفترة المناسبة أيوة عشان كده انا قبل ما اعرف القصص دي كلها طالبت وقت وجهة نظري الشخصية والله مرة تانية دي ليس بعيدا عن ولا حاجة بتتريمي ولا الكلام اللي بيعود يتقال ده يقولك بس الإسلام بل كذا عشان تتريمي أبدا ولا أعرف انا بقول رأيي الشخصي رأيي الشخصي ان اللعيبة بعد ماتش الزمالك والفوز على الزمالك وجهة نظرك هتاخد راحة سالب اسبوعين ما هو كولر مبارح في المتمر قال جملة ما حدش خد باله ماتش استني القرار استني القرارة معايد هو كان هيدوم راحة بعد ماتش ده انت كلاعيبة المنتخب انت عندك حاجتين مهمين جدا انا كنت حسألك السؤال اني اتفضل معك طب هو تفكير كولر ايه الفترة اللي جاي تفكير كولر لو انت ما حدش عارب دلوقتي لا لو انت أجلت هيريح عشر لعيبة أيوة ثلاث أسابيع هو ده كلاعي دول منهم القوام الاساس المنتخب وبالمناسبة القرار ده هو طبعا عشان نادي الاهلي مش مختلفين عشان نادي طبعا طبعا بس جزء مهم جدا منها المنتخب انت عندك السنة اللي جاية احنا كجماهير بقسمك من احنا صحفيين ولا حددك نيجي مقورة مش هنتقابل لنا ما باش موجودين في كسر عام عشرين ستة وعشرين لا لا بعد النظام الجديد فانت حضرتك لازم توفر للجهاز الفني المنتخب كل حاجة اللعبة النادي الاهلي القوام الرئيسي بتاعها العشرة دول اللي هيفتاعهم منهم على القل سبعة ولا تماما موجود مع المنتخب عندك تصفات كاس عالم وعندك بطولة مفرقة فانت لازم تدي اللعبة دي تدي فرصة نلعب وبعد كده هم كلهم مطش يعني ممكن تلعبوا قبل الدور بتلتة ايام اللاهو مطش الدخلية مش صعب على فكرة يعني الموضوع سهل جدا انك تعمله بس ادي فرصة للراجل اللي رايح لعبة ثلاثة سبيع يجي لك اللعبة دي وها رايح للمنتخب في شهر تسعة تمنى تمنى ده لو حصل ده لازم يا كابتين لازم ما فيش مجال يا كابتين انت تقولي ان انا مصارتش كاس عالم ما فيش مجال تقولي ان انا مكنش موجود في هقولك سيدة المورب انت هنا بتتكلم على الموضوع بشكل عام انا بتتكلم على المنتخب انا قدينه هو مش في خنات الاهلي اركي الاهلي على جنب اللعبة دي اللي هتتريح حصل لها حاجة لو يا جماعة كابتين بثلاثة وكافاته اربعة انت بتتكلم في تسعة اثيوبيا وتونس يعني اثيوبيا خلاص احنا ضمننا التأهل في الامة افريقيا فانت بعدها تلعب كمان ضد منتخب زي تونس انت بتاك تجرب عناصر كتيرة جدا وهو راجل دايما بيخف التصنيف وده حقه هو راجل دايما عايز بموجود في التصنيف الاول زي ما هو موجود وهو ما كانش لاعب وهو ما كانش كنا بعدها كابتين قلت لك قبل كده انه هو الراجل تركيزه كله انه هو مش هلعب مطشيات كبيرة الفترة دي هو خلاص لعب الكويت عايز يعد التصنيف عايز يعد التصنيف هو عده خلاص وراجل حقه بالنسبة له التارجد بتاعه ووصل الى امم افريقيا بعدها بعدها في عشرة هيلعب مطشين كبار جدا في شهر اكتوبر قالوله في الاتحاد او ايه المشكلة لو لعبت مطشي مثلا قدام فرقه دايما تصنيف اول في افريقيا فالرجل فكر فما فيش مشكلة طبين مرشح ففيه جزاير في نيجيرا فيه اكتر من اسم المطروح بالنسبة له والمطشي التاني اللي لعبه خفيف اجرب برضو عناصر جديدة تدخل المنتخب هتدخل في شهر 11 هتلعب مطشين في تصنيفات كس العالم بعدها المجرد شهر وهتبدأ استعدادك لأمم افريقيا فانت بتتكلم على عدد ضغط كبير جدا مطشيات كل لعبت الكرة المصريية تحديدا بقى لعبت نادي الاهلي هتتضرر فيها وممكن تدور المنتخب بتتكلم على المنتخب بميكالي طالب 6 مطشات ودية قبل اولمبياد باريس فانت بتتكلم على عدد مطشات كبير جدا بتتكلم كمان على بطولات انت لسه مش عارف موعدها بتتكلم على حاجات كتير جدا لم تحدد بها فهو كولر محتاج الفترة دي يا كابتن انه هو لازم قرار وانا بشوف انه قرار السنة اللي فاتت بقراحة اللاعبين الاساسيين والنادي الاهلي هو اللي دلوقتي بنجني سامارو بالفوز بالبطولة لما قلنا كده يا كابتن اسلام السنة العدد كنا بنتهاجم لما قلنا اللاعبة دي اللي رياحة دي صفقات جده كنا بنتهاجم صح ها اتهاجمنا صح ما انا بقول لحضرتك تمام واحنا كنا بنحكد على كلامك كنا بنتهاجم دلوقتي اللي حصل صح صفقات جديدة لا لما انت خدت الموسم ده كل هو ده اللي حصل اللاعبة دي هي اللي شالتك السنة دي وجابتك 5 مطولات انت جدت صفقات طبعا مؤسرة مش مختلف معاك بس القوام الرئيسي اللي عندك السورية هو نفس المجموعة اللي خانت الاجازة المجموعة اللي عملت الاجازة او يعني بصراحة انا حفضل اقول ان هذا القرار التاريخي كان له اثر كبير جدا جدا في فرحة جمهور الاهلي هذا الموسم والفوز بخمس بطولات حتى الان مظبوط هو ده كان قرار يعني كان جزء من انا خلينا مثلا نقول تلاتين اربعين في المية من الانجزات السنة دي لا اكتر اكتر يعني خلينا عشان ما سمارده انا هو بتنظر كولر مسلا كان لا مو كولر ما كانش هيعرف يعمل كده هو اللعبة مش مريحة لو اللعبة يعني لو الناس مركزة معايا فالناس هتركز معايا خبت العيب الراجل طلب السنة دي وبصراحة انا شايف الناس لازم تبص الموضة ده ايه؟ لازم الطلب ان اللعبة تريح لازم لازم وانا اتبسطت ان هو لو موضوع الداخلية ده تحقق واجلت المباراة وبالتالي بناعا عليسها تبت اجيل مباراة المصري وعندكش حاجة لغاية واحد تسعة صح؟ حتى لو ما تم اشتاجين مباراة الداخلية انا شايف ان اللعبة لازم لعبات رائحة لاني لازم لعبات طب يا كابتن ما تزعلش مني هو نالي كزام بكنادي اهلي ان انا ندفع فتورة ان انا بوصل ان انا بوصل للمتاع دي ليه دعاست لعبنا بطولة رسمية بمجموعة لعبين صحيح طبعا كل السقة الكاملة فكل لعبت النادي الاهلي لما كنا بنتكلم هنا وبنقول ان حراس المرمى حارس المرمى 2006 ينفع لعرت الفرق اول كالناس بقول علينا ايه ان احنا مسجنة طبعا اها همو شاولي عفينل دوري ابطال افريقيا قدام اقوى فرق افريقيا وحمز علام على المتخب اللومبي وبالمناسبة مصطفى مخلوف يقدر يبقى حارس في الفرق الاول عمر كامل حارس في الفرق الاول بس ان انا بقولك علي ان هكولنا السقة فبس مرح انت ليه عاستحرمني ان انا لعب ماطش الداخلية؟ طب نفترض الماطشات ملحاش كبير يعمل معاك زي ما بتخب السويس؟ بروكس كان يطلع الزمالك ماطش صعب فانت ليه عاستحرمني ان انا لعب باللعبة بتاعتي؟ ليه؟ وليه عاستحرم الداخلية ان هتلعب بالقام بتاعها بالصفقات اللي تجيبنا هل ده معانان لو تأجل الماطش؟ هتلعب بالصفقات الجديدة أهلي ودخلية؟ 30 يوليو؟ ما ده طبيعي ما اذا كانت زي مالك وبرمت زي المؤسس الموفانية هيلعب بالصفقات برضو صح والمصري نفسه اللي هو صعد دور التمانية ومستنى الفايز من دولها يلعب بالصفقات الجديدة لو متش تأجد فالموضوع القصة مش عالك انت بس بس هو الداخلية يعني انت عشان تجامل مش هقول تجامل عشان تقف مع نادي رايح يشارك فبطولة خارجية انت لو اصارتنا نتلعب بالماطش تكاب تصدم مين؟ تصدم فريد داخلية؟ ده ممكن كمان خلي بالك يلعب بالغير وكابتن عبدالعيل انا كنت بكلم مع كابتن عبدالعيل وقال لا انا الحداتي محسنتش مصيني ومش عارف ماتش لألة يتلعب ولا لا وعندي عروض ولسه مش عارف هبقى في الفريد الفترة الجاية ولا ممكن ارح مثلا فانت بتكلم على كابتن ما عندوش رعاشة لعيبة او تسعة لعيبة فانت بتكلم برضو في مشكلة وفي مشكلة في النهاية الاهلي فده ده طبيعي لان انت بتكلم في نهاية موسم طب انت بقى في مشكلة الناس برضو بتكلمش فيها لو كاس اتاجل وكده كده اتاجل نفس النهاية بس لو اجلتك اقول للماتشاط دي انت هتلعب برضو السنة الجاية اثنين كاس مصر بجانب كل البطولات دي ازاي مش عارف دي قصة ما هي لازم ربطة الان دي وهتنهي في ستة ازاي لازم ربطة الان دي واتحان القرية هولو تمام يبقى في دراسة للوضع العام لان الوضع فعلا صعب جدا لازم تاخد كرار حتى لو دوري ممكن انت متكلم في دوري وكاس مصر عندك اديم وجديد اعتقد اعتقد في الظل البطولات دي كلها ممكن تفكر انك تضحي وبطولة الاهلي يعني ايه الاهلي مستحيل مستحيل اتحاد الكورة لا يملك الا كاس مصر اللي بيجيبه دخل فمبدئيا كاس مصر مش هيتلغي الدوري مش هيتعدل لزورك السوبر المصري اعتقد صحي السوبر المصري ده حاجة مسوقة مع دولة الامارات فطبيعة الحال هيكمل وكاس مصر اتحاد الكورة لا يملك كل كاس مصر هيلعب الاثنين لأ ما خلقص الموضوع دولة في الدوري مع مين معراب تلات ديئة وانا اللي معاك كاس دي المصدر الواحد بتاعنا بيعه كالعوات فانا ازاي انت عايزنا نلغيش معنا نلغي ده هو كله كله على بعضه ست سبع مطشط لكل فريق طب ايجوردو تلعي الكلام بتاع كل سنة طب دوري الساسناء طب هنلعب بدوري دور واحد معلومة الانديه بترفض انها تاخد الدوري بالشكل ده والاتحاد مش هيعرض ده برطو الاتحاد الفترة جاءه ربط الانديه مش هيعرض الكلام ده بس انت خليك عارف انك داخل على موسم قوي جدا وعندك ارتبطات فيه حتى للمنتخب الأولول وولئمبي صعبة جدا وكتير وكل مدرب فيه محتاج ان هو يكمل انا بيشوي فيه كامل نجاحه يعني مكالي محتاج ان هو يكمل تبر في الأداة اللي هو عمله في كاس أمام أفريكا لأنه خلاص الناس برضو شفيته في حتة تانية تكلم على فيتوريا داخل بقى خلاص في مرحلة أنه أنت بتحكم على مدير فني لمنتخب مصر الأول فطبيع الرجل هيتمسك بطلباته طبيعة ميكالية هيتمسك بطلباته يمكن هيبع عندهم فرصة أن الأعيبة كلها بتشارك وهيحصل تدوير أكيد في النادي الأهلي وأن عادة كبير جدا من الأعيبة ممكن تظهر بشكل كويس تانية مع صفقات جديدة بس كولر أعتقد هيبدأ الموسم الجديد يا كابتن بنفس الطريقة اللي بدأ بيها بتغيرات بشكل كبير جدا في التشكيل ما بيسبتش وأنا بيعجبني في الموضوع ده جدا لأنه بيدي لعيبة كتير جدا بيحسسك دايما أنت مش عارف مين ممكن يبدأ آه عنده كام عنصر أساسي بس في نفس التوقيت بيدي عناصر جديدة بتقدر أن أنت بيبع عندك ثقة كبيرة قوي في ظل وجودها في أي مباراة طيب برضو يا سيد عبد حكيم بما أننا بنتكلم عن النادي الأهلي والمباريات القادمة في حالة وصول النادي الأهلي للرقم تسعين أعتقد رحب رقم تاريخي ورقم قياسي هو النادي الأهلي عدها مرة بس أنا وجهة نظرة وتسألنا هنا هو طبع رقم تاريخ هو أصلاً اللي بيحصل في المسلمين بصراحة في الدورة وفي كل المسلمات ده شيء يعني لما كنا بنقول برضو أننا لازم الناس تشوف الأهلي عمل إيه لازم تشوف الأهلي وصل للمرحلة دي زي أنك تشتغل على كل البطولات دي أنا مش مع الموضوع ده برغم أن أنا وثقاً لها لا يكسب بس أنا معها أنصار أنت تدي فرص زي ما كل أربيان أنت تريح اللاعبة الأساسية تمام؟ ويتمنى مطش الداخلية يتأجل بغض النظر عن أي نتائج هتحصل في التلات نتشاط اللي فضلين أي نتائج قدام الحدود وبرم نزول مصري أي نتائج أهم حاجة أنت تريح اللاعبة الأساسية ووصلت وعملت رقم قياسي 90 شو كويس جداً ما عملتش أنت رجعت الدوري واخد دور أبطال أفريقيا واخد 2 سوبر واخد كاسمس أربعة دربي أنت واحد نسحب وثلاث نتكاسبانهم ما فيش أكتر من كده لكن أهم حاجة أنت تصعد لعيبة تدي فرص للمجموعة اللي ما كانتش لها فرص قوي أنها تكون موجودة أهم من أنك تدور على أنك توصل النقطة 90 دي وجهة نظر الشخصية ولازم الجهاز الفني يرفع الضغوط عن اللاعبة أنت ما تلعبش في جزئيد أنت لازم أوصل النقطة 90 يعني حتة دي حاجة مهم جداً بس أنا مش مع المنظر اللي أنا شايفه السنة اللي جاية يا كابتن لأ لازم تريح صعب أوي الأيام اللي جاية أو المباريات اللي جاية كابتن ثمان بطولات منهم ثلاث بطولات قرية بطولة كاس عالم تمام اتنين كاس مصر سوبر مصر فيه أربع عندية دوري محلي فيه أربعة وثلاثين من أولا ربطت عندية اتنين كاس مصر يعني سباك بربطنا دي عندك كاس أم أفرقية وعندك تصفات كاس عالم واستعدادة اولمبياد بريس المعلومة اللي عمضة ان النديم وفق على اللعربة بتاعتها بتيجي وطاء صيد عبد الحكيم وتأتر بتيجي وطاء لان ده بتأتر لا لا ما هم اتنين بطاء والمرا دي مكلة عنها كتير أول empowerنا ت tuvكترب كتير جداً وكان�� رأيẤت له كتير جداً لكن النديم اتوار في منتخب اللي المنجلة مشكلة في منتخب الأول يعني لعبة منتخب الأول ما هو بعده ظهورهم برضه احكيم في البطولة كل العيبة دي بيتأسيها خلاص في فرقة يعني كابا حمود صابر تفرج عليه السنة جاية في فيرامدس تتكلم مع محمد شحاتا تفرج عليه السنة جاية في طرع الجيش تتكلم مع العدد الكبير جدا من اللعب شحاتا بلعب على طول بالضبط بسابت محمد شحاتا كابتن عم حمود بسيوني نزلت من المطار جابوا العيب جابوا على طول لعبه في بعدها 4 ساعة بعدها 4 ساعة وصلوا الطائرة الساعة 1 المطش كان الساعة ستة تقريبا او سبعة كان بلعب موجود معه بمؤثر عنده فانت تتكلم مع كابتن الوقت ما اخده منك في طبيعية جدا هتأثر عليه فانت لازم تدي الفرص للاتنين مداربين اللي هو متخب مصر الاول والوليمبي اللي هم يحطوا خطاته من دلوقتي وانت تبتدي يتجاهز لموسم جديد من دلوقتي بصا كابتن حلها اللي احنا اتكلمنا فيه كذا مرة لازم تاخد خطوات مستقبلية ان انت تتخفض عد الانديه وتزود في دور المحترفين اللي انت تعملين لما ده يحصل يا عام السنة الجاية دي مع هو انت هتفضل تعامل كل ما تجي تفتح البتاعه وتبصه كده وجاء قافل تاني الحالة تواهمش السنة الجاية القصة مش السنة الجاية بسا ما انت السنة الجاية هتطول تقعد لحد شهر عشر المنافسات هتغبط في السنة اللي بعدها كاس عالم لأ انا شفت النائب احمد يابو بيتكلم بيقول ان هو السنة اللي فاتت كان ان احنا خلصنا شهر تمانية السنة دي خلصنا شهر سبعة السنة الجاية خلال شهر ستة يعني هتفضل ان هو يبدأ مستحيل وانا بقول لك مستحيل سنة مع عبدالحقر ان انا مستحيل مستحيل مفيش حاجات تخلصة بلشهر تسعة برضو انا بقولك السنة الجاية اه السنة الجاية برضو في رسال الفيران مش هاركة في افريق الحج عامر حسين لو قعد من الصبح بالليل لمدة تلتمية خانسة وستين سنة تلتمية خلصة وستين عشان يعمل جدول مش هيعرف صعب اصلا الكاف ما تدر الكاف الكاف مبداكش معايدة كابتي دور الافريقي انتحددت معاده من 20 اكتوبر ل11 نوفمبر جميل النهاردة طلعت القرار ان الانديه اللي هتشارك ما تلعبش في النفسات المحلية بناء على الشركة الاطالية الرعية المسابقة يعني الاهلي من 20 اكتوبر ل11 نوفمبر مش حيلع شوف كم مبارا قرار رسمي راح للاتحاد الكورو اه الشركة الرعية مدية افشان كده للتمن انديه فانا اقعد ايهو سنت السبع مؤجلات شوف بقى تخيل حدك بسا من اول مبدأ الدول لحد شهر واحد لحد بطولة المفرق لحد واحد اثنين الاهلي مش هيعرف عشر مطشاط 8 مطشاط بالكتير هتجي تلعب ده كله في الاخر في الاخر هيبقى صعب مستحيل فانا بقولك مستحيل نكتين هيقابل تسعة وهتجي بعد التسعة السنة اللي بعديها بتدخل بقى ايه الأولمبيات أو السنة الجاي الأولمبيات سنة العشرين وعشرين واخر التصفيات بتعكس العالم اخر بقى خلاص والاها لالعاب والا ها لالعاب كاس العالم هستوسع من اتنين وتلاتين فريق في امريكا بالزبط. عادك فهم مشوانسة يومين. اقل لأ والبطولة شهر. زيك زي الكاس العامل الكبير. فت هدعود لك عشان تتعود على جهد. عايز لك خمسين يوم خمسة واربعين يوم. فهدي خمسة واربعين يوم. وهيبقى عندك برضو الدورة الافريقي. طب شكرين عاما خلاص مش عايزين. يعني انت عايزين. لازم ناخد القرار الكابتك هنخفض لانديه والله. لازم القرار ده يتم. امتى. امتى. سنة جاء هتلعب تمنتاشر. هتلعب بنفس هزا بالشكل. ياخدوا اصلا. ياخدوا الحد اللحظة وقت كبير جدا. مع العنداف قصة دور المحترفين. فانت ببالك بقى لما توصل لدور الممتاز وعايز تعدل في حاجة زي كده. بوضع هياخد وقت. ما هو ده اللي مؤثر جزء تأسدنا يا كابتن على الموضوع. مش عايزين ناخد الموضوع كله على القصة دي. بس انت منتخب بتاع المتخب بتاعتك بتعاني سواك من الاهل والزمالك خلاص. منتخب بتاعتك بتعاني من ارحاق اللاعب. وشقة اما بيت الاهل هيفضل كده بازن الله موج بتعاني. خمسة وسبعين مباراة. اعتقد رقم كبير جدا. بسرعة جدا. عشان الوقت الدوري المحترفين رأيكم انتو الاتنين في ايه؟. انا شايف انا شايف انا شايف لو انت وفرت له. الرعاية ده حتى كلامي حتى مع رأسا الانديا الناس اللي بتعترض او الناس حتى اللي موافق. والنهار ده ظهر التمن انديا موافقين خلاص بشكل رسمي على اقابة دور المحترفين. ويمكن الوضع تغير شوية عكس الاول. يعني الاول كانت الانديا رفضة بكوة. بقى في بعض ال الانديا دلوقتي وكان حتى منهم من الناس اللي رفضة ناس كانت وصلت خلاص دور المحترفين. ولكن النهاردة الامور اتغيرت شوية. بقى فيه انديا خلاص بقى موافقة على دور المحترفين. واتحاد الكرة قدم للناس دي وقال لهم يا جماعة والله احنا هنعمل رعاة وهنعمل وهيبقى فيه فلوس للانديا وهيبقى فيه الملاعب وهيبقى فيه الموضوع زي وزي دور الممتاز. والموضوع ده بطلب من الجهاز الفاني المنتخب مصر. وراجل عايز يشوف حده كبير جدا من اللعيبة ي حاجات كتير جدا نتكلموا فيها. يمكن دور المحترفين يا كابتن محتاج هو الاساس بتاعه الرعاية. محتاج ان الانديا دي لما هتسافر وهتلعب تتكلم على انهم محتاجين صفقات تتكلم محتاجين منافسة. ويمكن كان سبب رئيسي في تغيير بعض الافكار في رأسال الانديا او كراتهم بالموافقة بقى على ربط اللي هو اقام الدور المحترفين هو قصة التأجيل. لان انت لو اجلت انا نادي النهاردة وصلت. طب انا ممكن السنة اللي جاية ما وصلش. طب انا دايعت علي فرصة ليه ان انا بقى موجود في دور المحترفين. دي غيرت في الفكرة بشكل كبير لان قصة الغاقها بشكل نهائي دي مرفوضة يا كابتن من اليوم الاول دخل اتحاد الكورة. يمكن قعدوا معهم في اتحاد الكورة من فترة مع رأسال الانديا من فترة من حوالي اسبوع. وتكلموا معهم ولانهم احنا برضو لسه قرر ما اخدنوش بشكل رسمي. واحنا اه حابين ده. بس لسه برضو هنكرر. يمكن ان ده وقتها تلعب ببيانات على طول ان خلاص تم إلقاء دور المحترفين. الكلام ده وقتها تت النهاردة الموضوع الموالتلاك تغير بشكل كبير. وانا بشوف تحدي كورة خلاص ماشي في طريقة ليقام الدور المحترفين. بس. اه الموضوع خلاص دور المحترفين بشكل نهائي. بشكل نهائي. وفي رعا بالمناسب. وفي بس فضل. انا بكلم على ان كان هناك احتماع بارح. هم ان ده كانت محتاجة تطمين بشكل كبير جدا في الموضوع ده. انا كان مبارح شفت ان في احتماع في النادي الولمبي 67 نادي بيحضر الاتماع. نعم. كانوا رفضين. رفضين. بس انا بقول لك النهار خلاص موافقين. من السبعة وستين. من تمانية يا كابتن من الخاص وصلوا دور المحترفين. في تمانية من الناس اللي وصلوا دور المحترفين خلاص موافقين. الناس. ما هو العشرين اللي في دور المحترفين اكيد موافقين. بزبط. لا. كان فيه اندية منهم رفضة. كان فيه اندية رفضة. كتير. اه. اه. كانت فيه اندية كتير جدا منهم رفضة. كانت منضمم على الاندية اللي رفضة اصلا اقامت دور المحترفين. فاته بتتكلم النهاردة. تحدي كورة قد. تمانية لسه اتناشر. ماشي والاتناشا برضو يا كابتن يعني الكرار مش هيدورهم في حاجة. كابتن حلص الدور المحترفين هيتعمل هيتلعب. موضوع منتهي وكل اللي بيحصل ده وانا شايف وانا وهنا معكم ده افضل قرار واتمنى يكون فيه سرع على الطريق. صراحة قرار يعني لو اتكلمنا عن اتحاد كرة القدم واللي بيحصل على اتحاد كرة القدم ممكن نقول وننتقد ولكن لو ده حصل هيبقى قرار في مصلحة كرة القدم المصرية بشكل كبير جدا ولكن اول خطوة في اصلاح الكرة المصرية بعد كده الدور الممتاز يبقى اربعتاشر. اربعتاشر. او ده يتباع وده يتباع وده يتسوق وده يتسوق وده يتسوق وده يتسوق. بص على قاعدة اللعيبين كمان بشكل كبير جدا صحيب عندك دلوقات قاعدة كبيرة جدا وكمان عندية الدور الممتاز لما تيجي تبص على لعيبة الدرجة اللي هي بدأة دور المحترفين او الممتاز بيه هتقدر انها تجيب وتلاقي عناصر مميزة جدا واناصر. لا منتخب المحلين انت بتعمله يا كابتن ما انت جزء من منتخب المحلين ايه ممكن تاخد من دور اللي انت هتعمله ده. منتخب المميز ممكن تطلع منه لعيبة. اموما نتمنى كل التوفيق لكرة القدر مصرية خلال الفترة اللي جانا بشكرا جدا حكيم على وجودك معنا شكرا جزيلا بشكرا تجني على وجودك معنا. اذا كانت هذه حلقة اليوم انا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا ان شاء الله غدا مع عايز اقول امباء جديدة قد تحدث بكرة بعد وبعد هناك امور قد تحدث هناك. هناك امور قد على رأي الاستاذ حكيم هناك امور قد تحدث خلال الايام القدر. انا نشكر حضراتكو شكرا جزيلا وغدا الحرقة جديدة من البيت الكبير.